في البدء كانت علاقة التجاء وعشم أو هذا منتهت إليه الأحداث حينما وجدت الشرعية اليمنية بأن الأمم المتحدة ومعها مجلس الأمن أصبح مشرفين على عملية انتقال السلطة في اليمن عقب ثورة الحادي عشر من فبراير وأثناء ما عرف بالمرحلة الانتقالية بدأ الدور الأمم يتحول تدريجيا من المشرف وضابط الإيقاع إلى الوسيط بين الأطراف اليمنية الذي يحاول إنجاز المرحلة بمراضات جميع الأطراف ومن بينها الميليشيا التي كانت ضمن مكونات الحوار الوطني لكن انقلاب الميليشيا بمشاركة المخلوع صالح في الواحد والعشرين من سبتمبر 2014 غير جدريا من المعادلة وهو تغيير شمل تعاطي الشرعية مع الأمم المتحدة فلم تعد الشرعية ترى الدورة الأممية ضمن نطاق الإشراف أو الوساطة وإنما بنت عليه استحقاقات جديدة من ضمنها إدانة الانقلاب وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الواحد والعشرين من سبتمبر أدانت الأمم المتحدة الانقلاب واعتبرته تجاوزا لعملية الانتقال السلمي لسلطة لكن ذهنية الوسيط ظلت تحكم مساعي المبعوث الأمم حينها جمال بن عمر تطور الانقلاب نحو الاحتراب الداخل أولا والحرب الإقليمية ثانيا عجل بإنهاء مهمة بن عمر واستمر دور الوسيط مع إسماعيل ولد الشيخ الذي سار هو الآخر على نهج سلفه وانتهى إلى منتهى إليه بن عمر تعقدت الأوضاع أكثر وفشلت كل الجهود الأممية في إخراج اليمن من دائرة الحرب وإعادتها إلى مربع السياسة ودوما ما كانت الميليشيا هي الطرف المعرقل والمتعنت أمام كل الجهود أبدت الشرعية حينها استياءها من الدور الأممي تحول الاستياء إلى نوع من الصراخ المطالب بتسمية الطرف المعرقل لكن ذلك الصراخ ظل دون صدى بعد ذلك بدأ الحديث عن الحياد المتحيز ثم أصبح التحيز اتهاما واضحا لدور الأمم المتحدة خصوصا بعد استلام المبعوث الأمم الحال مارتين جريفث لمهامه في اليمن ذلك الاتهام سيتحول إلى رسالة رسمية من الرئيس هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة يشكو إليه مبعوثة وسيأتي الرد الذي لم يكن مفاجئا سوى لقيادة الشرعية بأن الأمم المتحدة تثق كامل الثقة في مبعوثها وبأن دورها محصور بالوساطة وحسب حينها سيكتشف الجميع عدى قادة الشرعية القابعين في الرياض بأن عشم السنوات الأربع كان مضيعة للوقت ومضاعفة للمأساة وقلة للحيلة وعدم إحساس بالمسؤولية وغيرها من الأوصاف التي يمكن أن تقال بحق أناس تركوا مصير ومستقبل بلادهم رهنا باحتمالات تقلب المزاج الدولي وعشم لا يمت للسياسة والمسؤولية بشيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر